الحقيقة يا شازلي الجو بيتراوح ما بين دافي ومعتدل لحر على بعض المناطق الصبح بس بالليل بقى يكون برد طيب تعالوا نشوف برد فضل يعني بالليل لكن الصبح دافي البارح كان برد فعلا بالليل بالليل بس بس الحمد لله الصبح بيقى جو كويس تفضل شكرا هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح هتكون معتدلة وهيكون معتدل على السواحل والرياح كمان هتكون معتدلة الطقس هيكون حر على جنوب سيناء وشمال الصيد وكمان على جنوب الصيد ده بالإضافة أن في شبورة الصبحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة الأرصاد كمان بتتوقع أن الطقس هيكون بارد بالليل على شمال وجنوب البلاد ومائل للبرودة على جنوب سيناء خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة وهنتديها كالعادة من محافظة القاهرة بالسجل العظمى في القاهرة 24 والصغرى بالسجل 14 الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 14 سيوى العظمى 24 والصغرى 10 بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14 ضمياط العظمى 19 والصغرى 14 الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13 والسويس العظمى 22 والصغرى 12 هنروح دلوقتي للعريش العظمى فيها بتسجل 20 والصغرى 11 طابة العظمى 24 وصغرى 15 سان كاترين العظمى 24 وصغرى 9 ودي أقل درجة معين النهاردة شرمشيخ العظمى فيها 26 وصغرى 17 الغرداء العظمى 29 وصغرى برضو 17 الفيوم العظمى 27 وصغرى 13 بني سويف العظمى 28 وصغرى 12 والمينيا العظمى 29 وصغرى 13 هنروح لأسيوت العظمى هناك 30 وصغرى 13 سهاج العظمى 31 وصغرى 14 قنع العظمى 31 وصغرى 15 لأسر وأسوان بيسجلوا أعلى عظمى النهاردة وهي 32 وصغرى كمان هناك 16 الوادي الجديد العظمى 31 وصغرى 14 شلاتين العظمى 29 وصغرى 17 وأخيرا حلايب العظمى 26 وصغرى 16 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين